اهلا بكم في فيديو جديد في قناة مصنع فن لو انت لسه جديد في القناة ومهتم بالفن وشور للهند ميت يبقى اكيد هتحب القناة دي ان شاء الله ياريت اعمل لايك للفيديو وشير عشان كل يستفيد واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد في فيديو النهاردة هوضح لكم طرقتين لصب الريزن تطلعوا منهم اشكال كتيرة جدا ان شاء الله ولو عجبتكم الطرق دي قلوا لي في الكومنتات ولو عايزين نجرب طرق تانية او اطلع لكم اشكال تانية من الطرق اللي هشرحوا النهاردة ياريت تقولولي طيب انا جهزت تلات كبايات كل كباية صبت فيها شوية ريزن وكل كباية حطيت فيها لون مع شوية ازباداش الكباية اللي قول عملتها بلون ازرق الكباية التانية عملتها بلون فيروزي عملتها ازرق وعليهم شوية اغدر والكباية التالتة اكتفت بالازباداش بس فعملي لون كده ابيض حيلا بالنسبة لصب الريزن كلنا عارفين طريقة واحدة اللي هي الصب العادي اما الطرقتين اللي هشرحهم كل واحدة هتطلع شكل مختلف برغم اللي احنا هنستخدم نفس الالوان في كل مرة الطريقة الاولى زي ما وضح في الفيديو بصب الالوان بالتوالي على بعضها يعني شوية ازرق بحطها عليهم بعد كده شوية مسلا فيروزي شوية ابيض زي ما ظهر في الفيديو الطريقة دي هتعملي تدرج في الشكل النهائي اللي هيبقى عبارة عن تدرج بين الثلاثة الوان اللي انا حطتهم بافضل حط بشكل عشوائي يعني مش لازم ان انا احط كميات بنسب عادي بحط كميات كده زي اورا بعض لحد ما بوصل لاخر لالب طبعا اللي لسه ما جربش الطريقة دي هيفكر ان هي تعمله مسلا طبقات تعمله طبقة ازرق اخضر ابيض كده بس ده طبعا مش هيحصل لان الريزن كله سايل في بعضه فهيدخل في بعضه كده خلاص انا قربت خلاص القالب الطريقة التانية بقى دي هصب الالوان على بعضها في نفس الكوباية هصب اللازرق على الفيروزي على البيض زي ما ظهر في الفيديو بعد كده هحركهم كده بشكل خفيف مش هقلبهم انا هحركهم بس يعني مجرد دمج خفيف كده للريزن مع بعضه وهصبه مرة واحدة في القالب طريقة الصب دي بقى هتعتبر يعني من احسن الطرق هتطلع شكل ترخيم كده يبقى شكله عشوائي بس شكله جميل جدا حاجة بفضله انا شخصيا هنا تبقى شوية فحطتهم يعني في الان التالتة من القالب سيطلعوا المفروض نفس التأثير بس كده ان خلصت تعالوا بقى نشوف يلا الالب اه دلوقتي انا هطلع النسخ من الالب عشان نشوف النتيجة عاملة ازاي انا هبرد على فكرة متحمس جدا للنتيجة عشان ما كنت اصلا عارف ان شكل انها كان يبقى عاملة ازاي انا اطلع الاول النسخة يعني اول حاجة خلاص انا عملتها دي اللي هي الطريقة الاولى اي ريت بس يكون واضح في الفيديو شايفين الشكل عامل ازاي فيه تطرق كده من تحت ابيض بعد كده في روزي بعد كده ازاي طبعا هتلاقى اللون الازرق هو اللي غالب عشان هو نسبته ممكن اكون صبته هو بنسبته كانت اكتر شوية فهو اللي كان تأثيره غالب ساعتقد يعني التأثير هو ده نشوف بقى الطريقة التانية الطريقة التانية طبعا شايفنا النتيجة حلوة جدا طلع لون كده ترخيم عشوائي كده من الازرق والابيض والفيروزي دول التلات اه تلات اوالب تلات نسخ بعد ما طلعوا من القالب صراعا هتجتهم حلوة جدا فممكن ان شاء الله الفيديو الجاية ممكن نعملها بألوان مختلفة لو حابين كده اكتبوا لي في الكومنتات بس لو عجبكم الفيديو هاريت تعملوا لايك وشير واشتراك بالقناة وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعرات باخر الفيديوهات اشتركوا في القناة